العدس الفوائد العظيمة للعدس والفوائد العظيمة بفصل الشتاء لشوربة العدس حتى صاروا يتفننوا بشوربة العدس بطلوا يحطوها بصحن وياكلوا أو يغمسوا خبزة وكل عدس لا صاروا يقدموها ومطاعم متخصصة في أوروبا يا عرب يلي أجدادكم كانوا يشربوا شوربة العدس وياكلوا العدس وفتوا فيه الخبز وياكلوا في أوروبا مثل الكوكتيل يقدموه اتروح انت وحبيبتك تجلسوا على الطاولة يقدم الكوكوبين شوربة العدس يحطها بالخلاط وصب لك إياها وتشرب وتتنى عدس شوفوا الفوائد العظيمة شوفوا بتحتوي بذور العدس أو العدس أو خلينا نحكي شوربة العدس لأبدان أول شيء أطفالنا نمو أطفالنا بساعد على نمو الأطفال غني ما شاء الله عليه العدس بالفسفور والكالسيوم للعظام والحديد لأنه مقوي من مقويات الدم الطبيعية شوربة العدس يلي مش عجبكم النعمة بدكو هامبورغر وبيتزا وكنتاكي وأبصر إيش الأسماء الثانية وسندوشات شاورمة هذا تركي ومش تركي والله قيمة صحن شوربة العدس لأبدانا شيء لا يصدق غير إنه غذاء أكل هو طعام الفقراء وعلاج الأغنياء شوفوا لي الكل بياكله الغني والفقير لكن الفقير لأنه ما معاور خيس الثمن بيطلقه شوربة العدس لكن الغني بحطوله إياه فاتح للشهية يا دوب إنه يأكل منه ملعقة بروحها اللحمة والسمك صحيح لكن شوفوا غنال اللي محتاجينه اللي هم فعلا الفقراء اللي ما بيمرضوا ابن الغني ابن الغني اطلعوا برا البيت عنده مكيفات وعنده أتاري وعنده كل شيء اطلعوا بس شوية على الشارع يمرض ويفلوز وميته مصيبة ابن الفقير تلاقيه ماشي ويلعب بالتراب ويلعب بالإحجار ويمسك هاي علبة ويمسك ابن الجيران يلعب وما يمرض ما يمرض ليش لأنه مناعته قوية لأنه الفقير أصلا غذاء إما بندورة إما بصل إما سلطة مش جاهز هذا لك ياكل الجاهز فبالتالي دائما الله سبحانه وتعالى طارح البركة للفقرة لكن والله إنه غذاء والله إنه دواء اللي هي العدس وشوربة العدس الشوربة العظيمة إذن بيقوي العظام واللي عندهم هو شاشة العظام وبيقوي الأسنان بيقوي الأسنان وبحد من مشاكل الأسنان اللي هي شوربة العدس إذن مفيدة جدا حتى لتقوية الجهاز العصبي وضد الوهن والكسل والتعب والعمال اللي يشتغلوا يتعبوا آخر النهار يروع على البيت وياكل شوربة العدس ثاني يوم بيصبح على عمله قايم نشيط بقوم نشيط فبالتالي إذن بيقوي جهاز المناعة شوربة العدس مقوية للعظام مفيدة للقلب بتساعد على نمو الأطفال وحتى اللي عندهم قصر بالقامة ما شاء الله لأنه للعظام وأيضا للعضلات وأيضا لسائر الجسم إذن حتى بكافح الإمساك أنت بتاخذ شوربة طبيعية اللي هي شوربة العدس هذه البذور الذهبية اللي فيها الخير والنعمة وذكرنا أنه مفيد للأسنان وبيقاوم تسوس الأسنان عجاي الزمان ما كان عندهم مختبرات أسنان والطب المتخصصين بالأسنان وكان يموت أسنان ومثل ما هي لا يكون في سوس ولا يروح يركب ولا يزرع ولا ما أشبه ولا كانت الفرشاية كان السواك اللي هو الآراك وكانوا ينظفوا الأسنان بالخل وكانوا ينظفوا الأسنان بالفحم فكانت ما شاء الله إذن بيقلل شوربة العدس بتقلل من الكوليسترول وبتقوي جهاز المناعة بتبعد شبح الأمراض عنه حتى للوهم حتى للتعب حتى للضعف العام وقوية ما شاء الله عليه وغذى ودوى للحوامل مفيدة جدا للحوامل أيضا للمرضعات لأنه العدس مدر للحليب للمرضع فبالتالي بيشبع البيب بإذن الله سبحانه وتعالى إذن مفيد جدا ضد الشيخوخة وضد الوهن والتعب وشيخوخة البشرة لأنه ذكرنا أنه في فيتامينات طبيعية أيضا للي عندهم فقر الدم ونقص بالحديد شوفوها الفوائد العظيمة في هذه البذور العظيمة اللي هي بذور العدس اللي إحنا بنتبخها بعدة أشكال لكن الأفيض اللي هي شوربة العدس ونرش عليها القليل من الكمون بحيث أنه ما تعملنا انفاخ فبالتالي بنستفيد من خصائصها إذن العدس مفيد جدا للخصوبة للي عندهم ضعف بالحيوان المنوي وأيضا للنساء اللي عندها مشاكل وضعف بالتبويض فبالتالي بتستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى إذن مفيد جدا شوربة العدس مفيدة جدا حتى للرياضيين اللي بيبذوا طاقة وجهد فبالتالي بتفيدهم بإذن الله سبحانه وتعالى وأيضا مدر من مدرات البول الطبيعية فبالتالي بيعود إنه بيعطي القلب صحة وبيعطي الشرايين ما شاء الله الفائدة العظيمة وبيعطي صحة للشرايين وحتى للأوعية الدموية فبالتالي بنستفيد منه أيضا للي بدهم بناء الأجسام شوربة العدس ما شاء الله عليها بهالخصائص العظيمة ما بالكم البعض الآن بيعمل شوربة العدس بالعظام وبالكسور وبالقليل من اللحم أو لحم القص اللي هو الصدر فبالتالي بتزيد قوته وفائدته بإذن الله سبحانه وتعالى إذن حتى الكسل والهزل اللي عندهم دائما هزال ودائما يحكي لك أنا تعبان ومش قادر فبالتالي نعم شوربة العدس مفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى ناهيكم عن فوائدها لمرضى السكر واللي عندهم فقر الدم وعندهم اضطرابات وعندهم مشاكل بالأعصاب والعضلات ووهن العضلات شوفوها الفوائد العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى إذن حتى الفوائد اللي كانوا يستفيدوا منها أجدادنا من هذه البذور العظيمة أسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا منها لكن اللي عندهم دائما اضطرابات بالقولون أنصحهم بالقليل من الكمون أو يتعدوا عن شوربة العدس لأنه ما بتناسبهم وأيضا الناس أو الأشخاص اللي عندهم التهاب بالمرارة بنصحهم أنه ما يتناولوا شوربة العدس أسأل الله سبحانه وتعالى تستفيدوا منها النعمة وتستفيدوا منها الخصائص العظيمة لهذه البذور الذهبية اللي هي كنز لأبداننا وكانت كنز لأجدادنا كانت غذاهم والله إنها كانت دواهم فبالتالي فيها نسب عالية من الألياف والبروتين والحديد والفسفور والكالسيوم لعظامنا فبالتالي هذا كله بعود على أبداننا بالصحة وبالعافية وبرمم أبداننا اللي ماشيين في الأكل أكل الشوارع والمطاعم ما بالكم فيها الطبخة السهلة ومش مكلفة للفقرة والأغنية خصوصا اللي على أسرة الشفاء بحاجة شوربة العدس لو بكوب كل يوم نحطها بالخلات بعد ما نطبخها ونحطها بالخلات ونشغل الخلات سهلة وسهلة الهضم حتى للي ما إله أسنان سهلة لهم أسأل الله سبحانه وتعالى اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد أسأل الله سبحانه وتعالى شكرا للمشاهدة